موسيقى السلام عليكم يا أصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد على قناتكم جامس بارك أولا يا أصدقاء شكرا لكل الأشخاص المشتركين معي في القناة وكل الأشخاص الذين يضعون لايك ويكتبون دائما تعليقات محفزة شكرا لكم يا أصدقاء وإذا كنت غير مشترك في القناة عليك يا أصدقاء الآن بالاشتراك في قناة تفعيل زر أجرس حتى تصبح من دمن العائلة الخاصة بـ E-Football أما بخصوص فيديو أصدقاء سوف نتحدث عن بعض اللاعبين الذين سوف ينزلون معنا في مجر نقاط E-Football كما تعرفون أصدقاء سوف تقوم قنامي بصيانة يوم الخميس القادم إن شاء الله وسوف ينزل معنا لاعبين جدد أولين أصدقاء دعونا نتحدث عن بعض الأشياء الموجودة في كونترا هنا يعني الخاصة بالباكجات وكذلك فكما شاهدون مثل إذا ضغطنا على الباكجات هنا أصدقاء سوف يظهر معنا أن هذه الباكجات سوف تختفي بعد خمسة أيام يعني يوم الخميس أصدقاء سوف تختفي جميع الباكجات الموجودة هنا لن يبقى أي باكج خاص بأي منتخب جميع الباكجات سوف تختفي وكذلك إذا نظرنا هنا أصدقاء في الباكجات الموجودة في Special Player List نضغط هنا أصدقاء كما شاهدتم هنا أصدقاء فجميع الباكجات سوف تنتهي في نفس الوقت بعد خمسة أيام تقريبا يعني يوم الخميس سوف تنتهي كل الأحداث الموجودة هنا مع هذا الباكج إسبانيا وكذلك الباكج الخاص بالإنترناشنال كوب سوف ينتهون يوم الأثنين مع هذا الباكجين وكذلك هذا الباكج الخاص بشاينين ستارس سوف ينتهون يوم الأثنين ثلاثة باكجات يوم الأثنين والباكجات الأخرى كلها سوف تنتهي يوم الخميس كما تشاهدون أصدقاء جميع الباكجات الموجودة هنا من ضمنها باكج جولدن بويز أو باكج عقود الترشيح انظروا مثلا إلى هذا الباكج هنا أصدقاء الخاص بالجولدن بويز سوف ينزل معنا باكج آخر يوم الخميس المقبل ومع نزول باكج خاص بعقود الترشيح ينزلون معنا اللاعبين جدد في نقاط اي فوتبول أو في المتجر الخاص بنقاط اي فوتبول كما تشاهدون هنا أصدقاء في متجر اي فوتبول أو المتجر اللاعب الخاص بنقاط اي فوتبول سوف تجد العديد من اللاعبين المتوفرين لديك الذين يمكنكم التعاقد معهم بخمسة آلاف نقطة خاصة بي فوتبول أولا أصدقاء عليكم دائما مراقبة النقاط الخاصة بإي فوتبول لديكم هناك ما تشاهدون أصدقاء أنا مثلا لدي 20700 نقطة وسوف تخصى مني 2500 نقطة بعد 25 يوم لذلك يعليكم يا أصدقاء دائما مراقبة نقاط إي فوتبول لديكم إذا كانت أي نقاط سوف تخصى منكم قوموا بشراء اللاعب أو شراء بعض الأشياء الموجودة هناك ما تشاهدون أصدقاء بعض الأشياء التي يمكنكم استفادة منها سواء يعني بطاقة تدريب أو أي شيء حتى لا تضيع منكم النقاط بدون فائدة فكما تشاهدتم هنا يا أولين أصدقاء فهناك العديد من اللاعبين فما تشاهدون مثلا لدينا مثلا لعب حاكيم زياج ولدينا اللاعب إناكي ويليامس ولدينا أونانا ولدينا كذلك كولار يعني لعبين ليجندري هذا هو المهم راقبوا معي هنا اللاعبين ليجندري هناك كولار وهناك أوليفر كان وفي الأخير هنا معنا سكولز ومعنا ألبير ومعنا إناموتو ألبير سوف يكون مفيد لك إذا قمت بشراءه لكن ألبير لاعب سيئ وكذلك إناموتو لاعب سيئ يعني لاعبين نقول متوسطين حتى لا نقول سيئين لكن سكولز يعطيك أداء جيد صراحة في أرضية الملعب بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بشراء سكولز وتجربتي أكتبوا لي في التعليقات كيف كانت تجربتكم مع هذا اللاعب وهل كان اللاعب جيد ويصحق الشراء أنا من رأيي أرى أنه لاعب جيد ومحترم ويصحق التجربة لكن نزل معه لاعبين ليجندري سيئين أو متوسطين وبالتالي فكونامي دائما تقوم بتنزيل لاعب ليجندري جيد ومعه لاعبين ليجندري متوسطين إذن يا أصدقاء سوف ينزل معنا لاعبين ليجندري نعم سوف ينزلون معنا لاعبين ليجندري في المتجر الخاص بنقاط الفوتبول كذلك يا أصدقاء سوف تقوم كونامي بإعادة جميع المستخدمين الفوتبول ليج هنا إلى الصفر جميع المستخدمين الذين يلعبون الفوتبول سوف تقوم كونامي بإعادة الدوري سوف تقوم بإرجاعك إلى 3 درجات أو 4 درجات أو درجتين إلى الخلف يعني لا أتذكر بالضبط يعني كم درجة تعود إلى الخلف أعتقد 3 درجات وأكشبولي في تعليقاتي أصدقاء بكم درجة تعود مثلا أنا هنا في الربع سوف تقوم كونامي بإرجاعي مثلا إلى الربع السابع تقريبا أو السادس أو الثامن يعني لا أعرف بالضبط لا أتذكر بالضبط كم درجة تعود بك إلى الخلف لكن أعتقد أنني سوف أجد نفسي إما في الدرجة السابع يعني في الدرجة السابع يمكن أما بالنسبة لأشخاص مثلا في الربع الأول قد يعودون إلى الربع الثالث أو الرابع يعني وهكذا وبالتالي سوف تحصلون على نقاط الفوتبول مثلا أنا إذا صعدت سوف أحصل على 2500 نقطة سوف تساعدين على التعاقد مع اللاعبين ونظر الأصدقاء هناك العديد من الجوائز الموجودة هناكما تشاهدون في الدفجين الأول تحصل على 3000 نقطة وفي الدفجين الثاني 2900 2700 2500 يعني عندما تقوم بإرجاعنا إلى الخلف سوف نحصل على نقاط إفوتبول من جديد أصدقاء من سبيل الأشخاص الذين يقولون أنهم لا يحصلون على نقاط إفوتبول فذلك يا صديقي لأنك تكون أنت أصلا قمت بتخطي ذلك المستوى وعدت إليه فلا يمكنك الحصول على نقاط إفوتبول مرة أخرى كذلك بالنسبة للماتش باس سوف ينتهي معنا الرسمي كما تشاهدوني أصدقاء سوف ينتهي معنا الماتش باس يوم 12 في شهر واحد سوف ينتهي يعني يوم الخميس كذلك يعني نودع هذا الحدث الخاص بالماتش باس إذلك يا أصدقاء إذا كنتم تريدون شراء الماتش باس قموا بشرائي مع أني لا أنصح بشراء هذا الماتش باس فقط انتظروا الماتش باس القادم أما بالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن التامن مثلا نقول لك لماذا أنا لدي هنا 250 كوينز و 500 كوينز بينما لديهم 500 كوينز و 1000 كوينز ذلك يا صديقي لأنني أنا لم أشري أي ماتش باس حتى الآن لأن هذه الأتمينة موجودة في الماتش باس الأول فقط يعني عندما تقوم بشراء الماتش باس أول مرة تشتريه بهذا التامن لكن عندما تريد تراءه مرة أخرى سوف ترى أن التامن قد تضاعف وهذه الأشياء مكتوبة لك وني صديقي يجب عليك دائما قراءة هذه الأشياء الموجودة في اللعبة إذن يا أصدقاء هذا هو كل شيء فيما يخص أحداث يوم الخميس إن شاء الله سوف ينزل معنا عقد الترشيح وباكجات جديدة كذلك مع نزول عقد الترشيح سوف نقوم بالرجوع في إيفوتبول ليغ يعني المساوية سوف تعاد من السفر وبالتالي سوف يكون لديك فرصة أكبر للصعود إلى المراتب الأولى عالميا في إيفوتبول ليغ ولقد شرحت لكم سابقا كيف تسعدون إلى المرتبة الأولى عالميا بالنسبة لأشخاص الذين لم يشاهدوا فيديو الصعود إلى المراتب الأولى عالميا ها هو الفيديو ظاهر أمامك الآن في شاشة يا صديقي يمكنك الضغط عليه ومشاهدك كيف تسعد إلى الدرجة الأولى عالميا في إيفوتبول ليغ أو دوري إيفوتبول إذن أستقع كان هذا كل شيء فيما يخص فيديو اليوم وبعد الأحداث وتفاصيل القادمة يوم الخامس إن شاء الله إذا أعجبكم هذا الفيديو يا رفاق لا تنسوا دائما دعمنا بالزر لايك فالزر لايك هو أمر مهم ومحفزنا أستقع لنستمر دائما في تقديم محتوى مفيد لكم كذلك لا تنسوا دائما الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجميع الفيديوهات الجديدة على قناتكم GameSpark وكذلك أصدقاء لا تنسوا متابعتي والتواصل معي على الأنستغرام الضاير أمامكم الآن في الشاشة كذلك رابط الحساب موجود في الوصف لأبدغط عليه وبعد ذلك سوف تتواجهون مباشرة للحساب على الأنستغرام يمكنكم متابعتي والتواصل معي وإذا كان لديكم أتسرحوه علي هناك كذلك أقوم بمشاركة بعض الأسطوريات الخاصة بالأحداث القادمة على حساب على الأنستغرام أصدقاء إذن هذا كل شيء فيما يخص الفيديو اليوم إلى هنا ينتهي هذا المقطع أراكم في مقطع قادم إن شاء الله ودعا اشتركوا في القناة